من جديد أهلا بكم تصاعدت حدة الهجمات التي تنفذها المقاتلة الروسية على مواقع الإرهابيين في سوريا ما أدى إلى تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وبالتوازي تصاعدت الهجم التي تشنها وسائل علام الغربية لتشويح الحملة الروسية في سوريا ما استدعى الرد من موسكو التي أعلنت عن موافقة مبدئية على مقترحات الأمريكية للتنسيق العسكري حيال سوريا صاعدت موسكو هجماتها الجوية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا وقالت مصادر الجيش السوري أن الغارات الروسية تركزت على مراكز تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي ومدينة تدمر كما استهدفت قواعد التنظيم في دير حافر والباب في ريف حلب الشمالي وخان العسل ومحيط الكلية الجوية في ريف حلب الغربي ما أدى لتدمير مقارات قيادية ومخازن أسلحة كما دمرت غارات طيران الروسي مركز البحوث الزراعية الذي يتخذه إرهابيون مقرا عسكريا على طريق حلب دماشق غارات طيران الروسي وبالتحاون مع الطيران السوري طالت أيضا مقارات التنظيمات الإرهابية بينها جفة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وجيش الفتح في ريف إدلب وتلبيسة والرستن بريف حمص وقرى سلمة بريف اللاذقية الشمالي فيما صعد طيران الحربي السوري غاراتي على تنظيم داعش في دير الزور سياسيا اتهمت موسكو مسؤولين ووسائل إعلام غربية بتشويه الحقائق فيما يتعلق بالحملة الروسية في سوريا وأنها تتخذ من خرق الأجواء التركية وسيلة لذلك وأكدت موسكو استعدادها للتحاور مع أنقرة لتجنب سوء التفاهم بشأنه سوريا الاتهام الروسي أتى بعد تصريح للناتو ندد به بخرق الأجواء التركية معتبرا الاختراق سببه تزايد وجود العسكر الروسي في سوريا وتصريح آخر أدل به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فيه أن روسيا ستخسر الصداقة التركية في حال استمرت على نهجها في سوريا بالإضافة لتصريحات غربية روجت عن نية موسكو القضاء على ما يسمى المعارضة المعتدلة وهو ما دع الخارجية الروسية إلى نفيها معتبرة أنها غير صحيحة وتأتي في إطار تشويه الحملة الروسية وأهدافها في سوريا وأكدت موسكو أن الهدف النهائي للخطوات الروسية في سوريا هو التسوية السياسية داعية الدول التي ترغب بالتنسيق العسكري معها إلى زيارات موسكو يأتي ذلك فيما أفيد عن موافقة روسية مبدئية على وثقة أمريكية تضم مقترحات للتنسيق بشأن العمليات العسكرية في سوريا موسيقى